ليلة الهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو كانا هدانا الله أحمده تباعده وتعالى أنصمنا هذا الشهر المفاعف وعسل الله تباعده وتعالى أن يتقبله منا واشتب أن لا إله إلا الله وإحده لا شريك له ولا لد ولا ولد ولا والد واشتب أن نبينا محمد عبده ورسوله وصيره وخاصه صفيه ومنحقه وحبيبه أرسله بالهدى ودين العقل لينفره على الدين كله ولو فلها المشركون بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الهمة وجاهد في الله حق جهاده من تأتاه اليقين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا أخواني لا نسى أن تذكركم لصيام أيام الستة بشوان فقد ورد علي مصنف صلى الله عليه وسلم حديث صحيح قال فيه من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوان كان كمن صام الدهر كله ولا نسى أن تذكركم ونفسي بأن نهتم بأن يتقبر الله تبارك وتعالى منا ما قدمناه في هذا الشهر الفضيل فقد كان الصالحون قبلنا اسألون الله تعالى الطبور إنما يتقبر الله من المتقين قال الله تبارك وتعالى والذين ينتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قالت عائشة رسول الله أهو الوجه يسلي ويسلم ويفعل ويفعل قال لا يا أبنة الصديق إنما هو الرجل يصلي ويسلم ويفعل ويفعل الخيران ثم يخاف أن لا يقبل من ذلك ينبغي أن يكون الإسان دائما يشكر بهذاك أن يشكر أنه لن يقبل من العمل يسأل الله تعالى دائما القبول من العمل ولا ينسى الإنسان أن يدوى دائما بهذا الدعاء أن يتقبر الله منه عمله الصالح فإنه والله أخوتي الكرام ألد التهنئة كل تهنئة لمن قبل الله من العمل الصالح والعساء كل العساء لمن حرمه الله تعالى من قبول العمل الصالح فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا دعائه المشهور رغم أن فرجل أدركه رمضان ثم لم ينفر له حديث عظيم لأخوتي الكرام ومخيف ووعيد شديد والله يا أخوتي الكرام من من نظر لنفسه أنه قد قبل منه العمل قد قبل منه الصيان قد قبلت منه الطاعات كلها لا لاحظ يعلم الله تبارك وتعالى وحده يعلم ولذلك لا بدان من أن نكون وجلين خائفين متواضعين نشكر في أن الله تعالى لعله لم يتقبل منه أو تقبل منه نكون فيما بين الرجال والخوف إخوتي الكرام ألا وصلوا على من هو رحكم الله بالصلاة والسلام عليكم إن الله وملاك يتوصلون على النبي يا أهل الذين لاموا وصلوا عليه سلموا تسليما قال صلى الله عليه وسلم وصلوا عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صلم وسلم وبالك على نبيهنا محمد وعلى آدين وأصحابه ورضى اللهم عن الملفاء الراشدين المهديين ببقل الصديق وعلم الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن سائل أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وانتبعهم لإعسال إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وإذن الأشك والمشركين ودمّن أعطياء الدين واجعل هذا البلد آمن والأخاة والسخاة وسائل بلاد المسلمين اللهم اجعل هذه البلاد آمنة الأخاة والسخاة وسائل بلاد المسلمين اللهم احفظ هذه البلاد من كيد الكائدين وشغل الحاسدين اللهم من أراد هذه البلاد وسائل بلاد المسلمين بسوء فاشقله بنفسه واجعل كيده وفي نحرك واجعل تدبيره وتدبيره يا رب العالمين اللهم احفظ هذه البلاد واحفظ قادتها واحفظ إمتها والشعور وشعبها وغاطنيها وكل من فيها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك كذلك جميع المسلمين أن يحفظهم في مشارك الأرض ومغاربها من الفتن والبلاث والمهن التي نزلت بهذه نمة وللأسف الشديد اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تنصر الإسلام والمسلمين اللهم إنا نسألك النصر للمسلمين للمستضعفين للمضهدين اللهم فرد هم المهمومين ونفس كم المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين وعافي المبتلين والحمد المسلمين الذين شهدوا لك بالمهدالية ولنبيك بالرسالة وما تعالى ذلك اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا وارحمكم ما وقبونا صدارا اللهم نور لهم في قبولهم اللهم هو آنسوا حشدهم اللهم إنا نسألك بأسمائك المسنى وصفاتك العلاء أن تؤلف بين قلوب المسلمين اللهم نسألك بأس بينهم اللهم وحج صفوفهم اللهم أنف بين قلوبهم يا رب العالمين ومن أراد بالمسلمين بسوء اللهم إنا نجعلك في محورهم ونعود بك من شرورهم اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حيث يا قيوم أسأل شبابنا أسأل نساءنا أسأل تبنياتنا أسأل جميع المسلمين يا رب العالمين اللهم أصبحنا يا حيث يا قيوم والله أردنا إليك بداً جميلاً يا حيث يا قيوم برحمتك نستغيل ومن عذابك نستجيل أصبح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من من الخاسرين الله أكبر 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 كل عام وكل خير وتقبل الله منكم جميع الأعمال الصيام والقيام وجميع الطاعات كلها إنه وليه ذلك والقادر كل عام وكل خير السلام عليكم ورحمة الله شكرا